مطبخ موني مطبخ مكعبات بدون الجلد وكمان 150 جرام من الفصولية الخضرة اول حاجة هنجيب طاسة كبيرة وانا معايا هنا بصلاية صغيرة قطع طاشة رايح بالشكل ده هنشغل بقى دلوقتي نار البتجاز وهنبدأ نشوح البصلة هنحط عليها دلوقتي قطعة زبدة 10 جرام يعني تقريبا نص معلقة كبيرة وكمان هضيف عليها معلقة كبيرة من زيت الزتون وهنبدأ دلوقتي نشوح البصلة لغاية لما تبدأ انها تتبل معانا بالشكل ده بعد كده هضيف عليها قطع الفراخ ده 200 جرام من صدور الفراخ صدر فرخة كبير طبعا مع الطعام وكعبات بالشكل ده وشايلة منه الجلد هنبدأ بقى دلوقتي نشوح الفراخ كده مع البصل لغاية لما لونها يبدأ يتغير هنضيف عليها دلوقتي رشة بسيطة من الفلفل الاسود وهنضيف كمان دلوقتي الملح انا معايا هنا معيار نص المعلقة الصغيرة هنحط نص المعلقة الصغيرة من الملح وهنقلب دلوقتي الفراخ مع الملح والفلفل الاسود بالطريقة دي كده وبعد ما شوحنا الفراخ شوية على النار بالشكل ده هنضيف عليها بقى دلوقتي الفصولية الخضرة ده 150 جرام من الفصولية الخضرة دي فصولية مجمدة ممكن تستعملوا الفصولية الطازة على حسب المتاحة عندكم وهنقلبهم مع بعض بالشكل ده ودلوقتي بقى هنهضي النار ونغطى عليهم كده بغطى مناسب وكل شوية طبعا بنقلب الفصولية مع الفراخ كده على نار هادية ما تخلوش النار عالية لغاية لما الفراخ تبدأ ان هي تستوى معانا هنضيف عليها دلوقتي فص طوم كبير مفروم وهنقلبهم مع بعض بالشكل ده ودلوقتي انا مجهزة معايا معجون طماطم كي دي دي وده مناسب للكيتو دايت وكمان للضايت العادي لانه هو خالي من السك هناخد منه دلوقتي حوالي معلقة كبيرة بالشكل ده وهنضفها بقى دلوقتي على الفراخ والفصولية ونقلبهم مع بعض وبعد ما قلبناهم مع بعض بالشكل ده هنرجع تاني نغطى عليهم بالغطى كده على ما نعمل بديل الكريمة انا هعمل دلوقتي بديل الكريمة بارة عن مكعب واحد من جبن المراعي وكمان هحط عليهم معلقتين كبار من القشطة بالنسبة للكيتو دايت بنستعمل قشطة كاملة الدسم وبالنسبة للضايت العادي بنستعمل قشطة لايت دلوقتي انا حطيت مربع واحد من الجبنة وحط عليهم معلقتين كبار من القشطة وشغل دلوقتي الكبه كده لغاية لما يختلطوا مع بعض كويس بيكون معانا بالشكل دا دلوقتي هنسيب بديل الكريمة على جنب وانا معايا هنا مكعبات مرأة الدجاج الصحي اللي كنت عملت معاكم في فيديو قبل كده هحط لكم الرابط بتاعها ان شاء الله في صندوق الوصف وهي مناسبة لكل انواع الدايت هناخد دلوقتي مكعبين من مرأة الدجاج الصحية وهنحطها دلوقتي في كبهة من المياه المغلية ونقلب كده لغاية لما تدوك كويس وهنروح بقى دلوقتي على البتجازي ونشوف الفصولية والفراخ ونقلبهم مع بعض هنضيف عليهم بقى دلوقتي المرأة اللي احنا عملناها ولو ما فيش يا جماعة مرأة الدجاج الصحي ممكن ان انتوا تحطوا كبهة من الشربة على حسب المتاحة ندوكه وبعد ما قلبناهم مع بعض بالشكل دا هنضيف عليهم بقى بديل الكريمة اللي احنا عملناه من مربع الجبنة والاشطا هنضيفه بقى دلوقتي فوق الفصولية والفراخ وبعد كده هنقلب كل المكونات مع بعض كويس وبعد ما اختلطوا مع بعض كويس بالشكل دا طبعا احنا مخليين نار البتجاز على النار المتوسطة هنغطي تاني على الطاصة ونسيب بقى الفراخ لغاية لما تستوى معانا كويس جدا بالشكل دا خلاص كده الفراخ استوى معانا كويس قوي وجاهزة بقى دلوقتي ان احنا نقدمها اه انا هجيب بقى دلوقتي الطبق اللي احنا هنقدم فيه وهبدأ احط فيه الاكلة بتاعتنا بتكون معانا بالشكل دا طبعا ممكن ان احنا نزيينها تزيين بسيط كده انا هحط على الوش شوية من الباقدونس المتقطع وانا قدمتها تقديم بسيط كده طبعا قدموها بالطريقة اللي انتو عايزينها اكلة سهلة وجميلة جدا من صدور الفراخ والفاصولية وكمان صدور الفراخ بتضوف البق ومهياش ناشفة ابدا اكلة مناسبة للضايت العادي وللكيتو دايت وكمان لمرضى السكري بدون نشويات خالص اتمنى يكون الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وترفع الفيديو بتعليقاتكم الحلوة وبالف هانا وعافية